جائحة الكورونا جعلت الواقع اليوم متغيرا بعد أن أقرت عديد بلديتهم لبواق الحجر المنزلية الصحي وهو ما استغله الهلال الأحمر الجزائري ببلدية أولاد حملة في جمع السلال على مستوى المحلات التجارية لتوفير الغذاء للعائلات المحوزة والمحتاجة المبادرة تمثل في توزيع سلال على محلات تجارية لبيع مواد غذائية بصدد توزيع على المحتاجين وخاصة يقدرون يضمن وقودة نهار تحمل في هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع والجزائر خاصة الأمر لا يقف هنا فقط بل تعداه إلى المواطنين الذين رسموا طريق التكافل والتعاون لأجل جزائر تتحدى وباء الكورونا بالمناسبة نشكره لجمعية الهلال الأحمر ورهموا فيهم بالواجب ونتمنى من المواطنين بلدية أولاد حملة يشجعوا هذه المبادرة باش نحوشو يلغب العزوة والناس المحتاجين والفقارة والمساكين باش يقتني من المواد هذه وحنا في حجر وواحد ما عنده صوارد وواحد ما عنده اهل باش يقضيونه وواحد ما عنده كذا الناس ستكافل بين بعضها البعض وواحد يحط كيلو سكر وواحد كيلو قهوة وواحد قراء زيت وواحد كذا باش تكافل ونتغلب ان شاء الله لهذا الحجر هذا وهذا المرض هذا بالتكافل بيننا مبادرة من شأنها رفع الغبن على عديد سكان ولاد حملة من العائلات الفقيرة والملتزمة بالحجر المنزلي حتى تتم السيطرة على الوباء دون انتقال العدوى بين سكان المنطقة